السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله وصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة ان شاء الله اكلمكم عن موضوع مهم جدا هو موضوع موت زغليل بعد الفأس وعلى اعمار مختلفة بعد الصبر الطويل العصفور يعد رائد على البيت من 18 ل 22 يوم وبعد كده يطلع على الزغليل وانت موفر لهم كل وسائل الرفاهية والاكل والمطهر اللي انت بتدهولهم من معوي قبل الفأس بخمسة ايام زي الفلاجيل وبعدها بخمسة ايام برضو زي الفلاجيل وتلاقي نفس الكلام برضو الزغليل بتموت هي ايه الحكاية طب يا طرى ايه السبب فيه اللي بيقولك ان ممكن يكون الصندوق صغير اللي بيبضوا فيه عشان كده بتذهس العصفير يعني في الدخلة في الخارجة ممكن تدوس على العصفير تموت طيب السبب ده مش عندك والصندوق طبيعي فيه اللي بيقولك ان ممكن يكون بسبب فيه فاش في العش فيه عشرات بتخلي النتاية بتهجر العش فاذا غريب تموت لا السبب ده برضو مش عندك الله عبدال ايه السبب السبب انه هو انه بتكون الامهات الكبيرة الام والاب عندهم مرض بيكون عندهم فطريات بتتنقل للزغليل فالزغلول لسه زغير ما بيقدرش يقاوم الفطريات ديت فبيموت بسرعة كذلك برضو تبص تلاقي الزغلول بعد ما يجبر وهو يليش خلاص كده قرب يليش وتبص تلاقي لسه برضو لحمة حمرة وبدأ ليش يطلع فيه تلاقيه برضو مات طيب ده ممكن يكون برضو بسبب بإما الرطوبة بإما الحر بإما برضو بسبب انه الام والاب عندهم فطريات عندهم سلمونيلا وتتنقل ليه الزغليل وما بتقداش تستحمل فبتموت. في الفترة دي هم بيكونوا ضعاف جدا فبيبادروش يستحملوا الفطريات اللي ده جاية من الاب ومن الام عن طريق الحوايصلة بتاعتهم. طيب الحل ايه? هل في حل الكلام دوت? الصراحة كتير جدا جرب الفلاجيل والانت نال وبرضو ما فيش فايدة. قبل الفقس بخمسة ايام وبعد الفقس بخمسة ايام ونفس المشكلة قائمة. طيب ايه بقى الحل? هو ده ان شاء الله الحل الرئيسي والحل الاساسي للموضوع ده. نستاتين صراحة ده مقاوم جدا جدا للفطريات بالنسبة للام وبالنسبة للزغليل. ادي قبل ما البيض يفقس بتاع العصفير بتلت ايام. تمام? تحطه في المسأة. وبعد الفقس برضو بتلت ايام. بس تغير المية كل يوم. الجرعة بتاعته ايه بقى? هتحط اتنين سنتي على لتر مية. تمام? وتقدمه ان شاء الله تقسم على المسائل اللي عندك وتقدمه العصفير بس لازم تغيره يوم بيوم. ما ينفعش تسيبه التلت ايام على بعضهم. لا لازم المسأة تتغير تاني يوم بتحط جرعة جديدة. النستاتين ده يا جماعة ده هو بشري. وطبعا موجود في السيدرات البشري. وارخيص جدا. اه وتلاقي جوه معاه في العلب جوه اه قطارة. تمام? بحيس ان انت تقدر يبقى سهل ان انت اه تاخد منه وتدع على طول في المسأة. اه ان شاء الله تجربه على موضوع موت الزغليل وهيجب معاك نتيجة فعالة ان شاء الله. اه بتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجب حضراتكم. واتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة في زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.